في الفيديو ده هنعمل الليبل النص زي كلمة جوجل دي. هنعمل بتاعة الليبل وبعدين هعمل اي متغير هسميه مثلا يساوي يساوي جوجل. ونعمل حنلاقي الليبل ظهر معانا بالشكل ده. طيب عايزين نحركها من مكانها كلمة جوجل دي. الحركة عندنا هنا ازاي? دي اتجاهة الحركة. اكس موجب اكس سالب واي موجب واي سالب. زي الكيفي بالزبط. هنكتب بوز اندرسكور هينت واي. هخلي واي بزيرو واكس بنص. النقطة دي هي النقطة زيرو ونص. اللي هي تحركت معي يعني. هنا بكتب نسبة من زيرو الواحد. يعني نص هنا يعني هخلي كلمة جوجل تتحرك لخمسين في المية من الاكس. يعني لخمسين في المية من العرض. تغيير لون الكتابة. بكتب بقسيم اندرسكور تيكست اندرسكور آآ كالر يساوي. وهنا فيه تلات حاجات ممكن اكتبهم. او ساكندري او كاستم. اول حرف كابيتال. حيخلي اللون اسود زي ما هو كده يعني. ساكندري حيخلي اللون رمادي. لو اخترت كاستم يبقى كده انا حدخله اللون بطريقة الار جي بي. يعني نجرب نجرب لو كتبت كاستم يبقى لازم اكتب الكومند اللي بعده ده تيكست اندرسكور كالر يساوي وهختار الوان الار جي بي. انا عندي هنا اربع خانات. الخانة الاولى اار التانية جي التالتة بي. اللي هو الاحمر والاخضر والازرق يعني. والاختيار الاخير او الخانة الاخيرة بتاعة الشفافية. اقيمة هنا من زيرو الواحد. يعني الرد مسلا لو خلته واحد يبقى اللون احمر. لو خلته زيرو يبقى اللون اسود بتاعه. الشفافية لو خلتها زيرو يبقى الشفافية مية في المية. لو خلتها واحد يبقى مفيش شفافية خالص. انا هخليه احمر يعني هكتب واحد زيرو زيرو واحد. تعالوا نغير في حجم الخط. هنا مختلف عن الكيفي. هكتب فونت اندرسكور ستايل يساوي هنكتب من اتش واحد الى اتش ستة اتش واحد اصغر حاجة واتش ستة اكبر حاجة وفيه برضو مجموعة اختيارات تانية لو عايز اعرف كل الاختيارات بعمل ايه بكتب هنا اي قيمة خطأ فالبرنامج بيقول لي ان القيمة دي غلط وبيعرض لي القيم الصحيحة فانا هكتب اكس مثلا قيمة غلط عشان يقول لي على القيمة الصحيحة فبيقول لي انت دخلت قيمة غلط اللي هي الاكس وهي دي القيم الصحيح اشتركوا في القناة